موسيقى إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وستنى بسنته وصار على نهجه لأيوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في مساء جديد في يوم آخر من هذا الشهر الكريم الطيب أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم اليوم حديثنا بإذن الله تعالى عن محاسبة النفس واتهامها والتقليل من شأنها دأب الصالحون من هذه الأمة الطيبة على اتهام أنفسهم إن شئت قلت من الصحابة ونحن نريد أن نمر على هذا السلف الطيب بداية بالصحابة الصحابة كانوا يقللون من قيمة ذواتهم وأنفسهم ويعتبرون أنفسهم فقراء إلى الله والله تعالى ذكر ذلك في كتابه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فإذا قرأت سيرة عمر مثلا أو أبي بكر أو عثمان أو علي أو سعد أو أبا عبيذة أو سعد بن الدثنة أو سعد بن معاد أو غيره من الصحابة الكرام رأيت فيه كثيرا من التذلل وكثيرا من الانكسار بين يدي الله وهذا هو نهج الصالحين اليوم اخترت لكم من الأثر ليس من الصحابة لكن من سلف هذه الأمة القريبين العهد الشيخ والإمام والزاهد بدر الدين الحسن أو مولانا بدر الدين الحسن كما يقول عنه طلبة العلم هذا الرجل عاش في نهاية القرن السابع عشر يعني في الـ 1860 وـ 1870 وهكذا حتى وصل إلى الـ 1900 وسنوات توفي في بلاية الـ 1900 ميلادية أقصد يعني ليس بعيدا يعني رجل يفصلنا عنه حول أقصد قرن من الزمن قرن وسنوات بدر الدين الحسن هذا في الشام كان رجلا عالما وزاهدا ومتصوفا ومن أهل التبتل والانكسار لله كان إذا لقيه الناس في الشارع وهو يمشي يهرعون إليه يريدون تقبيل يده وكان العام هكذا يحبون أهل العلم فيقبلون أيديهم ولكن أهل العلم لا يحبون تقبيل الأيدي فكان يضع يديه وراء ظهره يخفيهما هكذا عن الناس لكي لا يقبلون يده وابن الوردي يقول أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل منتي كالقبل أنا مثل الماء سهل سائغ وإذا سخنا آذى وقتل علي الأبياتل بن الوردي علي رحمة الله كان إذا لقي مرة يقولون لقي مرة يهوديا فقال يا إمام يا بدر الدين قال والله يا إمام إنا نحبك فقال وإني أحبكم فقال له أحد التلاميذي يا شيخ هذا يهودي رأه هذا الذي قال هذا كلام من يهودي كيف تحبه قال وما يدريك أن يموت يهوديا أنا أنا أطيب قلبه بكلام وأنا أحب فيه إنسانيته ولكن أبغض فيه يهوديته لا شك لا شك أنه يقصد بمحبتي أنه يحب فيه شيء معين وليس كل شيء بدر الدين الحسني هذا كان قد اقترض من أحد مالا وأراد أن يذهب إلى الحج وكان قد جعل له أقصاطا يعني عند أقصاط يدفع فيه ويقول أنه اشترى دارا هو مش قرب اشترى دارا فأصبح عليه يعني نوع من الدين فذهب إلى صاحب الدين يستأذنه قال أنا عزمت على المضي إلى الحج و جئت أستأذنه قال أنت ملتزم بأقصاطك وإذنك معك قال لا لا يحق لي أن أذهب حتى أستأذن منك وكان في سفري هذا لا يقصر الصلاة مع أنه مسافر فقال له تلاميذه ومن معه من مرافقي حجه لماذا لا تقصر يا شيخ وأنت في سفر طاعة قال هذا سفري ليس سفر طاعة سفر فيه شيء من المعصي قال وكيف قال أنا علي يديه مش قال لا أنا الشيخ وأنا الشيخ المشهور وأنا الرجل معروف وأنا فلاني حقوق الناس لا 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 تداخل الحقوق في المشيخة وفي العلم والدكترة بعض الناس يريد أن يتغول حقوق الناس الفكرية والأدبية والعلمية لأجل أنه مشهور أو معروف أو أنه عنده علاقات أو أنه كبير في السن أو أنه درس الناس يوما لا هذا لا يصح بدر الدين الحسني هذا عنده قصة جميلة جدا أنا أردت أن أتحدث عنه اليوم لنفهم كيف فهموا الإسلام وكيف كانوا فعلا من أهل الاعتدال ومن أهل الإيمان والصراح القصة الجميلة والأكثر شهرة للشيخ الإمام بدر الدين الحسني أنه جاء في يوم العيد عيد الفطر أسأل الله أن تدركوا هذا اليوم بعد أيام إن شاء الله وأن تكونوا فيه من العائدين الفائزين ومن المقبولين كان يوم عيد يا شيخنا قال هذه دنانية ذهبية موضوعها في أكياس مربوطة جاهزة للعطاء يعني قال آين أذهب بها أنا أعرف قصة مؤثرة هذه أني ذكرها قبل لا أدري كم شهور لكن كلما ذكرتها أشعر بتأثر هكذا إنسانية راقية جدا قال اذهب اذهب بهذه الكيس المليء بالنقود إلى البيت العمومي شنو البيت العمومي بعض الناس ما يفهمش شنو قصدك بالبيت العمومي يعني الآن مصطلح البيت العمومي غير معروف البيت العمومي هذا الذي فيه بائعات الهوى يعني مكان مشبوه ما يمتشلاش أصلا لا وقال لي أحسن تلاميذ رجل كبير في العمر وبالعمة قال لي نعم يا شيخ كيف أين أذهب قال أذهب بهذا المال كله إلى البيت العمومي أنا أذهب أنا قال نعم أنت وأدخل الشارع الذي فيه بيت العمومي هذا أنا قال نعم أنت أذهب احتراما للشيخ لا يستطيع أن يقول لا لكن حسبي حراش طالب من طلبة من أكبر طلبة بدر الدين الحسني بيمشي للبيت العمومي هذا اللي فيه بائعات الهوى وفيه الكوارث هذه قال باي ليش المال هذا قال اذهب إليهن ستجد هناك نساء أعطي كل واحدة منهن سكينا هذه في القرآن أعطي كل واحدة منهن كيسا نقود يعني وقل لهن شوف هنا الجمال في القصة يقول وقل لهن هذا المال من الشيخ بدر الدين الحسني ويطلب من كنا أن تدعينا له يطلب منك الدعاء يعني من كنا الدعاء أخذ هذا الرجل الأموال وذاب بها تعرف تخذ الشارع زي الشارع هذا إنسان معروف بمكانته وعلما ورعا الشارع هذا مجدش يدخلها أصلا دخل الشارع وهو يتسبب عرقا في يوم العيد حتى وصل هذه الدار التي يسمونها بالبيت العمومي فطرق الباب فخرج ماذا شيخ شيخ في يوم عيد فضل شاء الله خير يعني وبعضهن تضحك يعني قال جئت كنا بهذه الأمانة خذ أنت خذ خذ فضل كيس ما هذا فتحنا كيس فإذا بهنا دنانير دهبية من أين هذا المال فرحن جدا يوم عيد طبعا من أعطى الوالي يعني قال ليس الوالي لا بيت مال المسلمين قالهم لا من أرسل إلينا هذا المال قال الشيخ بدر الدين الحسني مولانا الشيخ بدر الدين طبعا مشهور هو الرجل يعرفه الصالح والطالح مولانا الشيخ بدر الدين الحسني يرسل إلينا مالا ولماذا قال يطب من كنا الدعاء الدعاء الإمام بدر الدين الحسني الرجل الزاهد الورع يطب الدعاء من نساء حالتهن كهذه النساء أو كهؤلاء النساء فبكين تقول قصة بكين بدأنا يبكين هو عيد وكان في نوع من انتقل المكان إلى بكاء إلى عويل شعرنا به نوع من نوع من الحياة من أنفسهن ومما هن فيه الشيخ بدر الدين الحسني يقول لهذه النساء ادعونا الله لي تقول القصة فتاب أغلبهن أخذنا صرر ملابسهن وخرجن من هذا المكان لا عودة ذهبن إذا كان الإمام بدر الدين الحسني يطلب في الدعاء رجل معروف بزهده وورعه يطلب الدعاء من نساء في دار عمومي أو عمومية هذه القصة تبين لنا إلى أين نحن ذاهبون ماذا نفعل نحن نحن من يصلح حاله منا ويصلي ويحفظ القرآن يسخر من الناس ويقلل من قيمتهم ويرى أنه هو بإذن الله الواصل هو من أهل الله وهو الوحيد من أهل السلف وهو الوحيد الذي يعرف الحق وهو الذي سيكون من أهل الجنة وشيخه هو الشيخ ومذهبه هو المذهب وعلمه هو العلم الكارثة أين أنه نحن نرى من أذنب بأنه من أهل النار نرى المذنبين بأنهم عصات أنهم عصات وأنهم سيدخلون النار المذنب عاصي لا شك لكن أنه سيدخل النار نضع عليه الحتمية بأنه سيدخل النار لا نترك له باب الجنة ترك باب الجنة مفتوح يا أخي تعرفون الشاب الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله قبلت امرأة لا تحل لي قفال لي من توبة فقال أقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فقال يا رسول الله هل هذه الآية لي أنا أم للناس كافة قال بل لك ولمن عمل بعملك إلى يوم القيامة نحن لا ننفر العصات ولا نقلل مقيمتهم شوف رسالة بدر الدين الحسن إلى النساء تاب أغلبهن تاب تبنا ورجعنا إلى بيوتهن وتركنا ماهن فيه من معصية عظيمة بماذا مبعث الهنش قال أنت ما تصل حنش وانت نيام كنسوج لا أبدا هو قال لهن ادعي لي أنت نبي منك ندعوة ماهن طوارح هذا إحنا اللي ختم القرآن ما عاش نكلم في الناس واللي حصل شهادة من بره حتى ونتكلم يقولك أربع خمس كلمات إنجليزية يقولك غير كلمني عربي وغير كلمني ليبي يعني راني أخوك من هالوطن هذا غير وين ماشي واحدة واحدة بشوية عندنا شعور بالنرجسية حيانا أني نيقاري وأني نمكمل الشريعة بعض الناس نشوف فيهم في الفيس أنا يقولك نعلق لفلان أغير بشوية يا إمام يا علامة أنت يا شيخ يا مفتي الديار بش شوية توين أنت قال لا هؤلاء من العوام كي العوام قال هؤلاء عوام لا يلتفت إليهم ولا يسمع منهم كفرهم وبدحهم بس وفسقهم العوام المساقين وما يدريك والله قد يكون وحد العامة والبساطة هؤلاء أفضل منك منزلة عند الله صبحانه وتعالى رب أشعة أغبر كما يقول عليه الصلاة والسلام لو أقسم على الله إلى أبرة عبد الله أبو البجدين عارفين قصة ونعاودها ما فيش بأس عبد الله أبو البجدين الصحابي الجليل الذي مات في إحدى الغزوات لم يكن مشهورا ولم يكن من الصف الأول ولم يكن في منزلة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان أبدا أبدا لكن انظروا كيف مات وانظروا ماذا قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام القصة يرويها عمر رضي الله عنه الحديث صحيح يقول عمر كنا في إحدى الغزوات وكنا بليل ليل وحتى أنه كان هناك برد فكان يلتوي بعضنا على بعض من البرد قال فقمت من شديد البرد فإذا بنار في آخر المعسكر معسكر هو مش معسكر مبني بني يعني ده إلا علامات يجعلونها هكذا بالحجر في الليل ويضعون حرسا وينامون وطبعا تعرفون قصة الحروب هذه وكيف أنهم يستبدلون حراساتهم في الصلاة وفي غير وعند النوم المهم يقول ورأيته نارا في آخر المعسكر قال فقمت قال فنظرت إلى مكان أبي بكر رضي الله عنه فلم أجده والتفت إلى مكان النبي عليه الصلاة والسلام فلم أجده فوضعت يدي في مكان نومه فوجدته قد برد برد قال فذهبت إلى ذلك المكان الذي فيه ضوء فتيلا يعني في آخر المعسكر قال فلما وصلت فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وقد حفروا حفرة قبر يعني قد حفروا حفرة ونزل النبي عليه الصلاة والسلام قبر هو نزل النبي عليه الصلاة والسلام إلى القبر وأبو بكر وعمر يمسكان برجل ويقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي يمسك بالرجل ابو بكر وعثمان عمر جاء ووجد النبي عثمان في الحفرة قال وجدت عثمان وابو بكر يمسكان برجل هكذا يأخذانه وقد مات وينزلانه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول دليالي صاحبكما دليالي صاحبكما يعني عطه لي هاتف قال فأعنتهما مش وقت سؤال من مات وكيف قال فأعنتهما عليه قال حتى دفنه قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المصطفى عليه صلى الله عليه وسلم قال فرفع يده إلى السماء وقال اللهم إني أمسيت عنه راض فرض عنه اللهم إني أمسيت عنه راض فرض عنه اللهم إني أمسيت عنه راض فرض عنه ثلاث يقول عمر سألت قلت يا أبا بكر من هذا قال هذا أخوك أبو البجادين مات البارحة من شدة البرد يقول عمر والله وددت أني لو كنت هذا الذي يدعو له النبي عليه الصلاة والسلام لأنه عاش طبعا بعد النبي عمر صلي وسلم مبارك على حبيبنا محمد واري وصحبه عمر رضي الله عنه قال وددت أن كنت هذا الرجل دايما ما تقللوش من قيمة الآخرين لا تعرف الصلاح وين أنت أنت لا تدري أين يكون الصلاح قد لا يقبل الله منك كل هذه الأعمال ويردها عليك ويقبل الله سبحانه وتعالى من رجل آخر أنت تزدريه وهو مدفوع بالأبواب ولا يدعى إلى الولائم ولا يحضر لماذا لأننا ننظر نحب الشكليات فلان الأسماء العلامة الشيخ الفلاني الدكتور البروف الأستاذ البشوان أسماء أسماء صلاح وين يعلمه الله سبحانه وتعالى لا تقلل ولا تسخر من أحد ولا تنزل أحدا في منزلة فيها نوع من السخرية والتقليل أبدا إياك بدر الدين الحسني ضرب لنا مثلا رائعا أبراهيم بن أدهم عنده قصة لا أدري الوقت يسعني أو لا يسعني الحلقة تصور أنها على وشك لكن على أقل نجيبها بعجالة أبراهيم بن أدهم العالم المشهور الزاهد مشهور أيضا هو وهو من السلف الصالح كان يشتغل وين كان يشتغل في بستان رمان وكان لا يأكل منه طلب منه سيده هو لا يريد أن يبين أنه هو أبراهيم بن أدهم هو هو ذعب يشتغل في بستان رمان في الشام قال له سيده يا إبراهيم ايتنا بالله برمانة فأتى له برمانة فوجدها فوجدها ماذا وجدها غير صحيح غير سليمة غير طيبة غير نارجة قال لك سنة معاي تشتغل يا إبراهيم سنة كاملة متعرفش الرمانة الطائبة قال نعم سنة كاملة لكني والله لم أذوق هذا الرمان قط لم أذوقه قط فعرف أنه أبراهيم بن أدهم وذهب بحث عن الناس يأتوا إليه ليعرفوه فتركه المزرعة ولم يشتغل فيها بعد ذلك في قصة جميلة تانية لكن الوقت يشير للشباب والمخرجين بيقولوا بأن الحلقة انتهت عند قصة جميلة أبراهيم تمنيت أني نكملها اليوم لكن لعلها يعني تكون في وقت آخر أو في قصص أخرى قصة جميلة جدا تبيلنا تواضعهم أنا ما أريد أن أذكره في نهاية الحلقة كيف أنهم بعلمهم ورحم متواضعين إن شاء الله رب يعلمنا التواضع يعلمنا التذلل والانكسار أمام الله سبحانه وتعالى والقرب من الناس وحتى التقيكم في مسائل آخر سأدعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة